العذراء حبايبي بنات العذراء اللي كتير أنا بحترمهم بحترم صبرهم وطموحهم اللي ما إلو حدود صحيح بنات العذراء بينه وبينكم بس ما تقولوا لحدا صحيح إنهم كتير يعني خلينا نقول بيعطوا فكرة خاطئة أو مش مية بالمية عن حالهم وهم قاصدين هذا الإشي يعني بتلاقيهم من بتلاقيهم من الناس اللي جواتهم غير براتهم وهذا الشي مش عيد بالعكس بنت العذراء وشاب العذراء بيوهموا أو بيحاولوا يوهموا اللي حواليهم إنهم كتير أقوية مهما كانت الصعوبات عندهم فهم ببينوا إنهم كتير أوكي والأمور تمام ليش لأنهم في ذاتهم في داخلهم إنه كل الأمور إلها حل ويعني كل إشي مش منيح بيلحقوا إشي منيح فهذا أحلى شي في برج العذراء بنات برج العذراء مختلفين شوي عن شباب العذراء الشباب كتير خلينا نقول مش روتينيين لا بس بيحبوا الاستقرار بشكل عام على جميع الأصيدة بيحبوا الروتين بنات العذراء لا بتلاقيهم شوية كشو بدأقول يعني مش مجنونة بنت العذراء بس بتحب أحيانا هيك يتنجن بكل دلعب بكل حلاوة وهذا اللي بيحبب الشباب في بنت برج العذراء طبعا هنحكي عن الفترة الماضية والثلاث أشهر الجايين فيارب إنه تزبط هاي القراءة معاكم كلكم حبايبي برج العذراء اللي قلوبهم كتير كتير طيبة وهما كتير راب من القلب صديقاتي برج العذراء وكمان من الشباب من الناس اللي أنا أحيانا بلتهي لأنه في عندي كتير بيكون شو هل وأمور بدي أخلصها فبلتهي ما بلاقي إلا هم يعني عم بيرنوا لا بسبوا كمان يعني إنه ليه ما عم تسأل عنا ليه ما فكتير طيبين وكتير يعني صادقين في صداقاتهم بتكون طويلة الأمد صداقاتهم وعلاقاتهم العاطفية هذا أحلى شي أنا بحبه في برج العذراء وعمليا كتير ناجح وكتير بكافح حتى لو بلش من الصفر ووصل للعشرة عادي جدا إذا خسر عادي جدا في كل لياقة وبكل حياء بكل يعني شو بحكوها بكل روح رياضية ممكن يعيدوا من الأول وعادي والأمور تمام عندهم وهاي سبب قوتهم وصلابتهم بالفترة الماضية شهر أربعة شهر أربعة كان فيه تقريبا أو شهر ثلاث ثلاث أربعة هذا اللي أمبين إنه كان فيه جرح كبير عند برج العذراء ويمكن هذا الجرح كان موجود من البداية لكن يعني كبر كتير بشهر أربعة وبشهر خمسة صار فيه عندهم تشاؤم كامل من العلاقات العاطفية من الناس اللي يعني من أقل الناس اللي صار فيه عندهم انفصال أو حتى في الحياة بيصير عندهم انفصال اللي هو طلاق لو كان فيه زواج الناس المتزوجين هم العذراء لأنه ما بيحبوا يتخلوا بسهولة حتى لو كان الطرف الآخر هو سيء فهم بيظلهم مستحملينه بيظلهم مع إنه كذا فرصة بيلاقوا حواليهم يعني هم من الناس الجذبين جدا برج العذراء الأنيقين بفكرهم في مظهرهم وجوهرهم هم برج العذراء من أحلى الأبراج لكن أحيانا اللي بيصير إنه من كتر حبهم في الطرف الآخر والتضحيات اللي بيصير بيصير إنه الطرف الآخر بتملكهم فخلص بيكون عندهم تحصيل حاصل إنه برج العذراء خلص ما حيتخلى عني وهذا الإشي يا جماعة العذراء بدكم تحاول تغيروه فيكم طبعا ما بقول عن الكل لكن خلينا نحكي 60-70% منهم وحتى الناس اللي حوالي يعني بتنطبق عليهم هاي الأمور تماما عندي صديقة برج العذراء يعني زوجها أبدا مو منيح معاها عم بتروح على شغلها هو ترك شغله عم تصرف عليه هذا الشي مش عيب أبدا أنا ما عم بقول إنه ما نوقف مع الطرف الثاني لكن هو سيء أساسا معاها هو عم يعمل علاقات تانية مع بنات تانين خارج هذا الزواج لكن هي بتعرف وبتظلها بتهدستمر بهذا الموضوع فأنا دائما يعني ضدها في هذا الشي ودايما بنبهها وبحكي لها النصائح اللي يعني من قلبي والله بتكون طالعة برج العذراء بدك توقف تضحيات علشان تبلج حياتك حياتك حظك حلو كتير 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 في فترة الجاي في فرص كتير ما ترجع للقديم القديم كتير سيء بالنسبة إلى قومة من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون متواجدة في شخص هو الشخص اللي كان معك لذلك إذا لسه ما بعدت عنه أنا بنصحك تبعد عن هذا الشخص لأنه بمثابة سم في حياتك حتى في شغلك عم يتدخل عفكرون هاي العلاقة السيئة الطاقة السلبية أثرت حتى مش بس بالعاطفة هو أثر عليك في عملك وأنت من الناس اللي عندك العمل نمبر 2 طبعا على حساب أنه العاطفة نمبر 1 عند العذراء لأنه من الناس اللي كتير رومانسيين وكتير وبيحبوا حالة الحب نفسها يعني برج العذراء حتى لو ما كان عنده حبيب هو بحب يحسس حاله أو بحب حالة الحب نفسها لذلك حتى لو ضحوا كرمال هذا الشخص أحيانا بيكون مش حبا فيه مش لأنه هم مش قادرين يعيشوا بلا لا بس لأنهم هم ناس كتير طيبين ورومانسيين وبيحبوا حالة الحب ما بيحبوا يطلعوا منها ما بحبوا يكونوا لحالهم على الصعيد العاطفي بيحب دائما أنه يدلع هيك برج العذراء ويدلع وشاطرين يعني هم أكتر ناس شاطرين في الحب أو إعطاء الحب للطرف الثاني نصيحتي كمان مرة بقولها بقولها لكم أنه تخففوا شوي حلوة تضحية كرمال الطرف الآخر كتير حلو لكن هذا الاشي لازم أنت كمان تاخد تضحية وانت لازم كمان تاخد حب واهتمام وكل إلا الخيانة يا جماعة الخير بنت العذراء ما تضلك مع شخص يخونك كتير تكررت معي بالقراءات الخاصة يلي عم يبعتولي أنه بقوله لأ أنا بدي أضلي معه طب ليش بديك بضلي معه أنت في فرص كتير بالفترة الجاي في كتير فرص وسعادة إذا أنت تركتي هذا الشخص شوفوا هذا البطاقتين فوق بعض شرط يعني شرط إذا تركتي هذا الشخص أنت في سعادة كبيرة بالفترة الجاي لأنه حتلاقي شخص بناسبك تماماً وبيقدر الحب اللي أنت عم تعطيه فلذلك أنا عم بقولك ارتاحي وريحي أمورك في شخص عم براقبك من البعيد لكن هو حاسس أنه في بحياتك شخص أنا عم بقوله العزاب في شخص بحياتك لذلك هو مباحث شوي هاي الفترة لكن بمجرد أنه يلاقيك أنت وحيدة أو خلص بدون علاقات يتقدم لك هذا الشخص وعلى فكرة قلبه كتير صافي ويمكن يكون غني ممكن يكون غني لدرجة كبيرة على فكرة وهذا الشي حلو كمان إن شاء الله تعني وقلبه صافي فشو بدك أحلى من هيك هذا بالنسبة للعاطفة بالنسبة للعمل نجاحات كبيرة بالنسبة للعمل وفي حلم أو في فكرة مشروع كذا كنت كتير حابة إنك تعمليه وعم بتأخر أنا دائما بحكي للبنات بس يا شباب ما تزعلوا مني لأنه أغلب القراءات الخاصة بنات بتكون عندي فمتعودة إنه أحكي بصغة إنه للبنات بس أنا أصطي للشاب ولل بنرك من برج العذرة طبعا في كان عندك برج العذرة في كان عندك فكرة مشروع نواة بس أنت واقف يعني بدك تقدم خطوة؟ لا بدي أتراجع أنا بقولك اقدم على هاي الخطوة لأنه حتكون ناجحة إلك ومنحة لإلك مية بالمية وحا يعني حتكون في مكان حتلاقي حالك في مكان تاني في وفرة مالية كبيرة مبينة بالأوراق لذلك بلش هاي الفكرة حتى البعض عند هذا الشخص أطلع حواليك منيح اهتمة بكل اللي حواليك ما تطمش أبدا ولا أي تفصيلة الشخص الحلو اللي عم نحكي عنه يلي قلبي طيب يلي مع فلوس كتير هو جاي بطريق فإنت رح تكون ماسكوا بإيديك ورجليك وه southern نصيحتي إلك مش عشان الفلوس مش عشانه غنيلا طبعا بس لانه قلبه صافي وحيعطيك الحب يلي انت بتستاهله طبعا برج العذرة استنوني بقراءة تفصيلية لانه هاي قراءة عامة لثلاث اشهر ما معقول انه تكون يعني تنشي معاكم مية بالمية استنوني بالفيديوهات التفصيلية شهرية او اسبوعية على حسب الفضاوة طبعا وبشكركم